اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الاتحاد السكندري زعيم الصغر سيد البلد زي ما بتقول عليه جماهيل الاتحاد يستحق هذه المقدمة اليوم تلت مباريات بتلت انتصارات متتالية بتسع نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز يدخل مرمى هدف واحد في سلاس مباريات الهدف اللي دخل النهاردة من طلاع الجيش اداء رائع جدا هجوميا اداء رائع واروح دفاعيا قد بالك الاتحاد السكندري الموسم الماضي والموسم قبل الماضي كان من اسوأ دفاعات الدوري الممتاز اكتر من اكتر الفرق اللي تلقى اهداف كان دفاع سيء طول الوقت مع تغيير حتى المدربين دفاع الاتحاد كان فيه مشاكل كثيرة تعديل في الدفاع في دفاع الاتحاد تدعيم جيد تدعيم في الدفاع تدعيم في الهجوم صحيحة تدعيمات مش كثيرة ولكن مهمة والاهم انه قدر يحافظ على القوام الاساسي ما يستغناش عن اي لاعب ما يستغناش عن اللاعبة اللي هي ركائز اساسية ركائز اساسية في الفريق وبالتالي الاتحاد السنادي مع مدير فني اجنبي محترم ظهر بشكل رائع جدا شكل تستحقه جميع الاتحاد منذ سنوات الاتحاد ما يستحقش ابدا انه يبقى بعيد عن المكان الطبيعي على الاقل على الاقل بين اول ستة اندية في الدولة الممتازة وبالتالي الاتحاد السنادي ماشي بخطة سابتة نحو التواجد في مكانه يستحقه احقاقا للحق اشادة كبيرة عادة عادة لا اشيد بادارات الاندية لسبب بسيط انه ادارات الاندية بتعمل شغله يعني ادارات الاندية واحد زائد واحد بيساوي اتنين اجيب مدرب كويس اجيب لعيبة كويسة وخلاص بس ادارة نادي الاتحاد احقاقا للحق بتشتغل في صعوبات كبيرة جدا مثلها مثل كثير من الاندية الشعبية تحديدا بايد عن الاهل والزمالك ورغم كده لا تسمع ازمة اللاعب في مستحقاته لا تسمع مشكلة بين لاعب ومدرب او لاعب والادارة مفيش قضية مفيش اخاف قيد مفيش مشكلة مفيش مدربين يمشوا على الفضي وعالمليان مفيش مدربين يجوا مالهمش قيمة امور ماشى بشكل وكأن النادي ده مستقر جدا اداريا وماليا وما عندوش اي مشاكل من المشاكل المالية المعروفة خد بالك الاتحاد بيواجه مشاكل مالية صعبة جدا بس حتى اقدارت نادي الاتحاد ما حسستش الرأي العام انها بتعمل المستحيل وان كانت بتعمل المستحيل فيه ادارات تانية تقولك ده انا صرفت كتير ده انا عادت دور اجيب فلوس من هنا ومن هنا ده انا تعبان ده احنا ياما بنصرف ده احنا ياما بنعمل ولا الهواء ولا تسمع ولا تسمع الناس اللي موجودة دلوقتي في ادارة الاتحاد هي بتعشق الاتحاد بصدق ده بالنسبة للإدارة مجموعة اللاعبين اللي موجودين دلوقتي في الاتحاد مجموعة منسايمة جدا فيها خبرات كبيرة فيها لعبين شباب فيها اجارب محترمين جدا بابلولو النهاردة جايب جول رائع جدا قسط نقموت من اولي الموسم متقلق جدا بس تعالى بقى على اللعيبة للمصريين الخبرات